لأي مدى المسار الثقافي والاجتماعي والتعويل على هذين المسارين قد يلعب دورا مهما ورئيسيا يجب أن يلعب يعني النخب العربية وأنا أسجل عتب على النخب العربية يجب أن لا نبقى بصفوف المتفرجين نريد أن نضع جهد حقيقي إلى جانب الإطارات الرسمية العربية نحن على تواصل مع الجامعة العربية نحن كاتبنا القادة والرؤساء العرب في أكثر من مناسبة نستسرخ أن نحيي حالة الوآم واللقاء العربي الكل مستفيد منها سيدتي وبعدين خلينا نكون واقعيين يعني الوآم العربي لا يؤثر على سيادة الدولة الوطنية القطرية إنما أنا بتقديري هو يعززها يعزز متانتها يعزز قوتها يعلم المعتدي تعلم القوى الإقليمية الأخرى أن هذه الدولة ليست وحيدة أن هذه الدولة في محيط عربي هو ينتصر لأمته وينتصر لأكتارنا المختلفين وكما ذكرت أن القضايا السيادي لا أحد يتحدث يعني ما تطرحه دكتور يعني شو في الاتحاد جميل جدا كفكرة ولكن اليوم يعني إذا ما تحدثنا كما قلت بواقعية اليوم البلد الواحد أبنائه يعني تفرقهم ملفات كثيرة وآراء كثيرة وانتماءات وحالات استقطاب كبيرة في البلد الواحد وبالتالي كيف يمكن الوصول إلى تطبيق الهدف من هذا هذه المجموعة في ضوء هذه التناقضات الموجودة في البلد الواحد سيدتي أوروبا في الحرب العالمية الثانية فقدت ستين مليون ستين مليون راحوا على مذبح الحرب العالمية الثانية وبالنهاية لا مناص من أن يخلقوا بعد سنوات يبدأوا في لقاء اللي اسموا الاتحاد الأوروبي وترى اليوم العمل الواحد والحدود المفتوحة وهم قوميات متناحرة مئات اللغات كيف أنت بتحكي عن أمه صحيح أنا لدي مشكلة في الشأن السوري لدي مشكلة في الشأن الليبي لدي مشكلة في الشأن اليمني لكن صدقيني كلها قضايا إذا ما وضعت بحجمها وتعملنا معها كعناوين رئيسية للخطاب العربي ولترجمة هذا الخطاب وفق كما ذكرت قمة عربية استثنائية ليس بالمعنى دوري واستثنائي بمعنى أن تتحقق إرادة المصالحة والوئام العربي الذي يجمعنا أكثر بكثير مما نختلف عليه صحيح الشقانة في السورية يقال أنه قتل 200 و300 و400 ألف لكن إلى متى سيبقى المشروع السوري معلق إلى أن يصبح القتل مليون أو مليونين أو ثلاثة نفس الحال بالنسبة لليبيا نفس الحال بالنسبة لليمن دعوتم أو وجهتم يجب أن نضع حد سيدتي لكل ذلك وجهتم الدعوة لعقد قمة عربية كما ذكرت استثنائية لإنهاء الانقسام والنزاعات في الدول العربية كيف وجدتم الاستجابة لهذه الدعوة؟ أنا مثل ما ذكرت لك بالأمس التقيت في معالي الأمين العام وأنا في القاهرة لهذه الغاية حقيقة نحن نحاول أن نضع جهد وجهد المجتمع المدني العربي للتأثير إيجابا اليوم كما ذكرت لك اللي بيشجعنا ما تم في قمة العلا في قمة العلا في المملكة العربية السعودي الشقيقة التعموا مجموعة مؤثرة دول الخليج العربي ومصر البلد الكبير والمؤثر في الحياة العربية وتفق على الحد الأدنى من اللقاءات نريد لهذه اللقاءات أن تتعمق أنا بأعتقد ما تم في العلا يمكن أن نوسعه عربيا يعني إذا أنت بتأتي على خلافاتنا جزء منها كثير سيدتي مناكفات أنه والله أنا مع هذا الطرف من ليبيا فأنت بالمناكف لا سمح الله أنا أضرب مثل تكوني مع الطرف الآخر ما هو الخلاف الأيدولوجي بين الأطراف اللي في اليمن أو في ليبيا في أن مسائل خلقت استخلقت لنقول حتى نسير إلى ما نحن سائرين عليه ما هي الأدوات؟ أنا أعتقد سيدتي ما هي الأدوات؟ تحييد الأدوات الأدوات أن تنفتح القمة العربية وتنفتح الجامعة العربية على أطراف المعادلات العربية المتصارعة جميعا يعني بدنا ننفتح على الحكومة السورية كما ننفتح على المعارضة بدنا ننفتح على أطراف المعادلة اليمنية كيف ممكن تكون وسيط نزيه وأنت ما أخذ طرف لا تتحدث معه ولا تتحدث معه إلا مع الطرف الآخر ننفتح على أطراف المعادلة الليبية صدقيني إذا ما تم ذلك هذه القضايا تحل بجلسات بسيطة مدام الكل متفق فينا كعرب على وحدة تراب اليمن وشعبه ووحدة تراب سوريا وشعبها وليبيا وشعبها متفقين على عروبة العراق المهدد بشكل أو بآخر أنا بأعتقد سيدتي إذا ما أخذنا العناوين وابتعدنا عن جو المناكفات والضغائن وماشينا باتجاه العناوين انتهينا من الفواصل والخلافات الصغيرة صدقيني أن قضايانا ليست بالكبيرة على حل وغير مستعصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر